ومن أغرب حكايات الراحل صدام أنه كان لا يقبل النصيحة المخلصة الخائفة عليه وعلى الوطن حتى لو من أبناء أعمامه وأخواله الأقربين السفير ثم مساعد مدير جهاز المخابرات ابن خالد صدام حسين السيد فاضل صلفيج لا يمكن أن يكون متآمرا على ابن خالته ولا على النظام الذي جعله سفيرا ثم واحدا من كبار رجال المخابرات المتخصصة بحماية النظام وحماية رئيس النظام فاضل ابن هيلة الفاح شقيقة صبحة الفاح وهذا يعني أنه أخلص الناس لابن خالته ولكن لأنه كان من النوع الصريح الذي لا يجيد المداورة ولا المناورة ويقول رأيه بدون تردد ولا مجاملة فقد وصف غزو الكويت وهم في اجتماع حزبي عالي المستوى فقال إنه عمل خاطئ فكرة وتنفيذا فكان هذا سبب حقد الرئيس عليه والمبالغة في كراهته والتشدد في معاقبته بكل الوسائل وفي رسالته التي كتبها وأرسلها لرئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية وقرأها بصوته الصديق المحامي الأستاذ سليمان الجبوري قائلا لهذا بعد عودتي من الخارج للعمل في مركز الدولة كان بإمكاني التقدم لو كنت أجيد السلوك القائم آنذاك وأعمل به لكني لأني كنت أدي واجبي وأحترم الناس وحقوقهم وأطلب منهم بالمثل فقد حصلت لي الكثير من المناقصات والإشكالات زادها تعرضي لبعض التصرفات والأخطاء في العمل اليومي وفي مسيرة الحزب والدولة سواء الأمر الذي أثار بعض أصحاب الغرض المبيت من ذوي النفوس الحساسة أو المريضة سواء من أعمدة الدولة وأركانها أو من المنعمين والمصفقين الأمر الذي زاد تدهور جدار الثقة بيني وبين أبن خالتي وأركان حكمه ورغم أني قليل الخطأ على أرض الأحداث والواقع وليس لدي ما أدام به إلا أنني قد تعرضت لأذى كثير بسبب صراحتي ونقدي للخطأ وهو حق شرعي لي لأني أحد كوادر هذا الحزب وهذه الدولة ولولا أن أمي هيلة الفاح وأم زوجتي ليلة الفاح وأم صدام صبحة الفاح ووالد زوجته خيرلة الفاح لكنت قد أعدمت منذ زمن طويل بسبب علاقتنا التي تبدو في ظاهرها طبيعية لكنها في حقيقتها معتلة وسيئة والآن أذكر لكم أهم الأحداث والأسباب التي ساهمت في تخريب العلاقة واحتقانها وهي أولا أقول أن التحسي الصدام وبعض أقاربه وأركان حكمه وسوء ظنهم به بممارسات نقدية التي أزعجتهم بعد عدة من الخارج للعمل في مركز الدولة كانت له أسبابا وبدايتها سبب كبير مستتر هو مقتل إخوة الثلاثة غيلة من قبل الدولة وأجلامها عام 1980 والدعو في البداية عدة ادعاءات كاذبة منها أنهم قتلوا بالقصف الإيراني أو عناصر معادية تسللت داخل دارهم وقتلتهم أو عصابات شأن أبو طبر إلى آخره من هذه الفبركات لكن هكذا حقيقة لا يمكن أن تضيع وتبدل فبمرور الوقت والأيام أصبحت الأمور تتوضح للأهل والأقارب وتبرز إشارات حقائق تدين الدولة واغتيال إخوتي بالذات المخاورات وفي وقتها كنت سفيرا في الهند وبعد أيام اغتيال إخوتي أو لربما أسابيع كلمني برزان هاتفيا وحدثني بلهجة جافة محذرا من القيام بأي تصرف خطأ فوعدته خيرا وكان الانطباع لدي ولدى عائلتي بأن إخوتي قاموا بفعل خطأ أو ما إلى ذلك السيدة سمر ابنة وطبان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق للراحل صدان قالت في مقابلة تلفزيونية إن الإخوة كانوا دائما في خلاف ونفور متبادل ثم اعترفت بعنجهية العوجاويين البيجاويين يعني أهل العوجة البيجاة وقالت هذه الحدية اللي استعملها مو بس هو يعني أو كشخصية كوطبان وبشكل عام كبيجاوي معروفة يعني شوية لهذول المجموعة الناس أهلي يعني ما زل رأي سمعوني يقولون لا إزا أوكي لا بس إحنا معروفة البيجات عدهم هاي لأن هما من القرى وأرياف النزعة فعدهم هاي النزعة أنا فا يعني وعدهم شغلات لذراع فقع هما الأربعة أخوان علاقتهم علاقتهم مو كل الأوقات بأحسن حالاتها هما الأربعة ايه